بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل والصلاة والسلام حبيبي طلبة وطلبات الصف الرائع النهاردة ان شاء الله هنحل امتحان كامل على الوحدة التانية بس الامتحان الموجود في بيت باي بيت انتوا عارفين ان احنا اشتغلنا الحمد لله الوحدة التانية كلها والأولى طبعا وعملنا فيديوهاتها ودرسها كلها وحلينا على كل درسة على حدة اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا اتمنى تكون فيديوهاتي جابت معاكم نتيجة وعملتلكم امتحان ورقي على الوحدة الاولى شامل وعملتلكم برضو امتحان ورقي الفيديو اللي فات على الوحدة التانية وطبعا النهاردة بقى ان شاء الله هنحل الامتحان الكامل على الوحدة التانية بس من كتاب بيت باي بيت ولان في ناس كتير طلبوا مني في التعليقات وانا كنت ايلى الفيديو اللي فات ان انا هعمل الفيديو الجاي امتحان بيت باي بيت تمام أتمنى اللي أول مرة يشوفني أشترك في القناة وفعل زر الجرس وبالنسبة لحبيب اللي أول مرة يشوفوني زي ما أنا قلت مجمعة كل فيديوهات الصف الرابع في قائم التشغيل في قوائم التشغيل فوق في القناة هتضغط عليها هتلاقي قائم التشغيل مكتوب عليها الصف الرابع ونبدأ الفيديو بسم الله مبدئياً كده الامتحان ده صفحة 95 في كتاب بيت بيبت بادئ بمحادسة المحادسة سهلة جداً بتجنى من الكلمات اللي أخدناها والجمل اللي أخدناها ما بيجيبش حاجة من بره ده مبدئياً كده عشان تبقوا عارفين المحادسة قبل محلها عايزاكوا تقروها كلها من أولها لأخيرها من غير حل وتعرفوا هي بين من ومين أحمد وهاني أحمد بيقول إيه الهاني وهاني بيرد عليه يقول إيه تعالوا نقرأ المحادسة كلها مع بعض الأول Look at this picture What is this What is this يعني ما هذا أنظر لهذه الصورة ما هذا هاني قال له This is A حدنا this is يعني هذا للمفرد طيب يبقى أنا هانا محتاجة اسم مفرد من هنا Do you think Do you think على بعضها دي يعني هل تعتقد It is كذا قال له No I don't It is small كذا Where does it أين إيه بقى قال له أتلفزي بقى أين تعيش أتلفزي أين ليكس كلمة ليكس دي يعني بحيرات ليك يعني بحيرة تمام تعالوا بقى نحل مع بعض في عندي كلمة سكيري مرعب ليف يعيش بلكن بجع وفش سمكة طيب What is this This is A تفتكروا A أنا عايزة اسم طالما جاب لي A يعرفوا هكذا طالما جاب لي A أو A أو Z يبقى عايزة اسم مش فعل ولا صفة أنا عايزة اسم طيب هنا بقى طيب يبقى this is A طبعا بيأكل إيه حاجات صغيرة يبقى هو أكيد هنا يبقى السمك الصغير هو اللي بتاكل يبقى أكيد الصورة صورة بجع يبقى this is a pelican يبقى أكتب هيا number one pelican Do you think it is scary هل تعتقد إنها scary مرعبة No I don't it eats small fish بتاكل السمك الصغير طب أنا هعرف منين يا مس أبدأ بالبجع ولا السمك ما ده كله إحنا واخدينه في المنهج وقونا إن البجع بتاكل السمك الصغير فبالتالي إحنا هنعرف نحل المحادس it is small fish طب وير ضزقة live أين تعيش it lives in legs بالشكل اللي انتو شايفينه ده اللي أربع كلمات حطينا كل كلمة في مكانها المنيس السؤال اللي بقى كده صورة تحت الصورة جملة نقصة كلمة وأعتقد إن احنا في الامتحانات الوراقية اللي حلناها شفنا أسئلة زي دي بس قبل ما تصرع واكتب اسم الحاجة اللي في الصورة لأ أقرأ الجملة كويس لأنه ممكن يكون هو قصده حاجة تاني a is small fish ablican طيب z a is huge huge يعني ايه حبيب ضخم crocodile طبعا هنا حافظيني الكلمات دي كلها it's a ايه ها ده ايه دي صورة dub dub يعني ايه beer beer it's a camel جمل dub يعني beer او بالشكل اللي انتو شايفينه ده بيليكن crocodile beer camel السؤال اللي بعد كده matching عمود ايه عمود بي وبعمل ايه بكتب هنا الجملة اللي تناسب الكلمة يعني number one the phoenix fox سعلى بالصحراء the camel can live horses have ablican تعالوا نقرأ العمود التاني without water for a long time بدون ماء لمدة طويلة هزا بي عنده من or او عندها من or lives in the desert تعيش في الصحراء كلمة desert يعني صحراء large beautiful eyes عيون واسعة جميلة than bears من الدوب تعالوا نشوف طبعا كلمة than دي يبقى لازم يكون في عندي هنا صفة فيها er او more زائد الصفة تمام عشان اختار than دي مبدئيا كده تبتعالوا معين شوف زافينيك فوكس مالو الفينيك فوكس هاتفقنا قبل كده ان سعلب الصحراء بيعيش في الصحراء يبقى ايه افينيك فوكس lives in the desert يبقى one هتبقى c يبقى اكتب هنا وصد one c زكامل can live الجمل يقدر يعيش بدون ماء فترة طويلة يبقى ايه هتبقى مناسبة لتو احطي هنا ايه horses have الحصنة عندها عيون واسعة جميلة يبقى دي هتبقى هنا ابليكن البجعة هزا بيك هزا بيك يبقى احط هنا بيه يبقى ازيادة عندي زين بيرز بالشكل ده تمام نتنقل على السؤال اللي بعد كده السؤال الرابع السؤال الرابع في الصفحة اللي بعدها كطع هنقرأ الكطع كويس جدا هنلاقيها كلها من الحاجات اللي احنا اخدناها والكلمات اللي احنا اخدناها هنلاقيها سؤالين اجابتهم موجودة في الكطع وبعدين سؤالين صح وخطر تعالوا الاول نقرأ الكطع مع بعض my name is hany انا اسمي hany my uncle lives in فيوم عمي او خالي بيعيش فين في الفيوم he has a big form عنده مزرعة كبيرة he has a lot of animals عنده حيوانات كثيرة i see cows انا ارى عنده كاوز يعني البكر on the farm في المزرعة اي لاي كاوز انا بحب الابكار جدا they aren't dangerous هم مش خطيرين the cows gives us the cows الابكار المفروض كان قال give مش gives معلش هي غلطة مطبعية هنا مفيش s the cows العرف لو الكاو بقرة واحدة لو بقرة واحدة كنا قلنا gives انما دي كاوز ابكار give us meat and milk تمام تعطينا اللحمة واللبن i like to drink milk and eat cheese انا بحب اشرب اللبن واكل جبنة cows ها ميملز فاكرين كلمة ميملز يعني ايه ميملز اهي cows are الابكار اهي مالها سديات ميملز يعني سديات يعني بتلد مش بتضيط they are very useful كلمة يوسفل كلمة مهمة جدا انا عاوزاكوا تعرفوها يعني مفيد تمام تعالوا معايا لما نجاوب الاسئلة where does hand is uncle where اين يعيش عم هاني فين في الفيوم هحط خطحت اين فيوم وانقلها هنا what does hand is uncle have عم هاني عنده ايه a big form بس كده بالشكل ده number one he lives in فيوم طيب هو عنده ايه he has a big form عنده مزرعة كبيرة بعد كده جملتين صح وخطأ هنحط صح علامة في فترو لو الجملة صح هنحط علامة في فولس لو الجملة خطأ كاوز الابكار خطيرة طبعا خطأ كاوز ار ميملز كثديات طبعا صح اهي انا الجملة الاولى خطأ حطيت خطأ في فولس الجملة التانية صح حطيت صح في فترو السؤال اللي بعد كده choose the correct answer اختر الايجابة الصحيح بيجيب لي ثلاث اختيارات بختار منهم اجابة صحيح وطبعا كلهم من الاجابات اللي عندنا في المنهة من الكلمات اللي درسناها زجيرف اللي هي ايه الزرافة اه زين يبقى انا عايز هنا صفة مضاف لها اي ار اطول من الحصان يبقى طولر بدام زين اوتوماتيك كده اجيب طولر او مور والصفة يا اما طولر صفة قصيرة مضاف لها اي ار يا اما مور وصفة طويل طب an elephant is ايه زين اهيبو ها طبعا بيك صفة قصيرة ولا طويلة يا حبيب قصيرة يبقى منفعش اجيب مور هضف لها اي ار بس هضعي في الجيل اول عشان يجيجي مسبوكة بحرف ايه متحرك يبقى بيجر مش شكل ده طولر بيجر طيب نمبر سري او لقيت مور وصفة طويلة يبقى زين على طول وانا مغمض لقيت مور وصفة طويلة زين لقيت صفة قصيرة مضاف لها اي ار يبقى زين برضو السعبان اكثر خطورة من التعلب طيب زين ها هزا زين 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 يبقى انا عايز هنا صفة مضاف لها اي ار او مور وصفة طويلة طبعا طبعا سمول صفة قصيرة ما ينفعش اقول مور ولا اضف لها اي ار على طول وانا مغمض يبقى سمولر التمرين اللي بعد كده صفحة 97 عبارة عن بقول لك read and complete هنقرأ الجمل وهنكمل من الكلمات اللي هو مدهل تمرين سهل جدا جدا مش صعب ولا حي number one the camel has الجمل لديه او عنده large flat ايه flat يعني ايه فاكرين مسطح ولارج يعني كبير او واسع ها عنده ايه بقى كبير او واسع feet اقدام كبيرة ومسطحة بالشكل ده يبقى feet هتبقى في number one طب number two camel زين لونجر انا عايزة انا لقيت صفة مضاف لها ايه ار يبقى automatic one مغمط زين اهي زين horses الجمال بتعيش اطول من الحصنة barot عارفين barot يعني ايه البغبغان اللي هو الببغاء باللغة العربية ماله ار في زين عندي يبقى صفة مضاف لها اي ار هنا طب نعرف يعني ايه نويزر نويزر يعني اكثر ازعاجا بيعمل دوشة اكتر من العنكبوت جاء من كلمة noisy بعد الاس ووي بس لما جي يعمل مقارنة ويضيف er حول ال y ال y la i how big كم حجمهم how big are they طيب bears have class عنده ايه مخالب have class اسخدنا كلمات دو كلها تعالوا معي التمرير اللي بعد كده re-rean اعتقد ان احنا كده بناخد لهو جميع انواع الاسئلة اللي ممكن تمر علينا بعد كده الترتيب بنبدأ بالكلمة اللي تحتيها خط snakes snakes الصعبان اه بدأ باسم يبقى ورفع على طول snakes are very dangerous snakes are very dangerous طب الجملة التانية camels بدأ بالجمال اه اسم برضو الفعل are ار ايه فاكرين كلمة perfect perfect يعني مناسب مناسب لي perfect for the desert يبقى camels are perfect for the desert بالشكل ده camels are perfect for the desert الجملة اللي بعد كده زي زي زيها زي الاسم الضمير الفاعل ده برضو لازم بعد يفعل زي ايه بقى زي help us تساعدنا help us على بعضها يعني تساعدنا اه ساعدنا an to to هنا معناها an مش معناها إلى إلى دي لو جي وراها مكان زي help us to carry things نحمل الأشياء اهي زي help us to carry things تعالوا معي بقى الجملة اللي بعد كده فيها تكة كده يعني عاوزة تقني شوية عشان ما تطلخبطوش وتعاودوا منه تفكروا زي فوكس دي الس الملكية اه الس الملكية ايه عند التعلب بيحميه ده النه دافي بيحميه دافي هه او يحميه البرد يعني ورمي دي يعني دافي زي فوكس ايه هتتسرعوا وتقولوا fair اه فراء التعلب او غطاء التعلب اللي على جسمه بيحفظ عليه دافي طيب اما الكلمة سيك دي هتروح فين كلمة سيك هتروح فين سميك ده كلمة سيك دي صفة للفراء يبقى ما ينفعش اقول فراء على طول اقول الفراء السميك اللي عند التعلب يبقى زا فوكس سيك فر سيك فر الصفة بتيجي قبل الموصوف في اللغة الانجليزية زا فوكس سيك فر كيبز ات وورب بالشكل ده زا فوكس سيك فر كيبز ات وورب تعالوا معي على اخر سؤال اللي احنا متعودين ناخده في الاخر بيجي في الامتحان دايما في الاخر اللي هو البراجراوف كتابة فقرة انشائية ومدينا صورة هنكتب الفقرة الانشائية ديت عن الصورة لها علاقة بالصورة اللي عندنا ومدينا كلمات تساعدنا وطالب مننا كم جملة خمسة احنا عملنا في الامتحان الورقي نفس الموضوع وانا قلتلكم قبل كده انه هو جايب لكم ثلاث قطع متعلقين بالوحدة مكتوبين جاهزين تذكروهم كويس اهو بصوا في صفحة تلاتة وتسعين جايب قطع اهي عن اللي عن كبوت والتعبان والكروكوديل وبعدين جايب قطع عن الجمل وجايب قطع مكتوبة جهزة وجايب قطع عن ريم جزال اللي هو ريم الصحراء او غزال الصحراء تمام طبعا وانا احنا حاليا النهاردة الكطع اللي هنه في دي فانا مش هكتبها طبعا لانا مكتوبة عندكو اهي لو قطع تانية عن حاجة تانية مش موجودة في الكتاب انا خدت كتبتها لكنتو عارفين تمام كده وبكده حبابي يكون امتحان شامل وكابل في البيت باي بيت خلصة على الوحدة التانية الحمد لله اتمنى تكونوا استفدتوا والقاكم ان شاء الله بقى في اول فيديوهات الوحدة التالتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته